اشتركوا في القناة والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر رح يمكث في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وثمان دقائق من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والدم الفاسد والأشياء هاي طبعا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر موجود في برج الثور اليوم كمان بغاية غدا الثلاثاء صباح الثلاثاء فاليوم طبعا رح يظل موجود في برج الثور فعشان هيك منشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ما أو قضاء وقت منتع في البيت بمشاهدة التلفاز أو مع العائلة بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا عندنا زوايا ثلاثة هي زوايا البطيئة المتشكلة حاليا الأولى زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الشمس وعادة عند حدوث هذا الاتصال اللي رح يستمر لغاية يوم ستة أربعة بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة صعبة تعذر علينا فهمها بالسابق وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا حكينا أنه غروتها يوم خمسة أربعة وتأثيراتها تستمر لغاية يوم ثمانية أربعة بتزيد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما بتزيد العصبية وعليه يجب أن نتمالك الأعصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة وبيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاغتران الإيجابية بين المشتري وبين نبتون وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم خمسة وعشرين أربعة مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وهاي الفترة ممكن تنتهي فيها وضعية حرجة كانت صعبة في الفترة الماضية والبعض ممكن يقعوا في الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل واللي هي رح تكون مع القمر وهي عدة زاوية أو زاوية كثيرة وتأثيراتها كلها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء يعني طيلة النهار هاي الزاوية مأثرة وهي تقريبا لو ضفنا تأثيراتها على التوقعات تطلع مية في المية صائبة أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 11.9 دقائق صباحا يعني ما قبل الظهر وزي ما حكينا تأثيراتها من ساعات الفجر الباكر لغاية ساعات المساء بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين بسبب هاي الزاوية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية برضو بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة 11.28 دقيقة ما قبل الظهر يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 11.57 دقيقة ظهرا من واجه مصاعب عرقي لبتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحدود وبيفتقر البعض للشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 22.36 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش فبتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليفا وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة 11.59 دقيقة مساء يعني عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش طبعا هاي زاوية الوحيدة اللي تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر تقريبا لغاية ما بعد منتصف الليل لساعات الفجر من يوم الثلاثاء وهي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونراقبها بشكل جيد اللي هي العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل ولكن ما زال جو لا يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لأنه برضو الزهر الآن في مراحل انتقال فعشان هيك بتكون ضعيف جدا لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي اللي هم اللي بكون عندهم تلف بالشعر أو تساقط أو ضعف وبدهم يسمكوا الشعر أو يعالجوا فهاي أفضل فترة لتقديم العلاج للشعر أما بالنسبة لمطعوم كورونا فمناسب جدا ما فيه أي مشاكل ممكن تظهر بعض الأعراض الخفيفة اللي في بندول أو برستيمول يفي بالغرض لمعالجتها القمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون زي ما حكينا صباح اليوم الثلاثاء خمسة أربعة بيبدأ في تمام الساعة وحدة واثنين وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج لينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاثة أيام في تمام الساعة أربع وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح عمره أربع أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة طبعا سعيدة بالنسبة ستين في المية القمر في الثورة حتى يوم خمسة أربعة هو الآن منتحس بنسبة خمسين في المية رح يظل منتحس بنسبة الخمسين في المية لغاية ساعات الصباح بعدين ترتفع نسبة الانتحاسة لخمسة وسبعين في المية أما في ساعات الظهر بتنزل نسبة الانتحاسة لأربعين في المية وبتكمل لغاية ساعات المساء عطارد في الحمل حتى يوم 11 أربعة الآن سعيد بنسبة 30% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 45% الزهرة في الدلو حتى يوم 5 أربعة طبعا هي منتحسة بنسبة 60% المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الأجواء جيدة ومناسبة جدا وفي فرص للحصول على مكاسب مالية أو الاهتمام ببعض المسائل المالية اللي بعضها ممكن يكون مفاجئ ويدخل تحسين على ميزانيتكم ولكن بسبب الزوايا السلبية اللي ذكرناها أنه بتكونوا تديروا بالكم على أموالكم من الإسراف أو التبذير أو إجراء بعض الخطوات الغير مدروسة اللي إلها علاقة بالأمور المالية فعشان هيك حاولوا أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال وحاولوا أنكم تدققوا بالتفاصيل طبعا بتكونوا تهتموا برضو من بعض المحتالين أو النصابين اللي ممكن يستغلوكم ماليا في خلال هاي الفترة طبعا بتتحسن برضو معنوياتكم بشكل ملحوظ خلال هذا اليوم وممكن أنك تعالج استحقاق مالي بيكون إلو علاقة بفواتير أو التزامات أو بعض الدفعات برج الثور اليوم بالنسبة لموليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم أكبر برضو من الأيام الماضية وبعمكم النشاط بشكل كبير وممكن اليوم تبادروا بخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم العاطفية وتقرب من الأحبة وتهتموا بالشكل أو بنوع من أنواع تغييرات أو لباس جديد وبتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملموس وممكن تنطلقوا بورشة جديدة أهم إشي أنك تتحركوا لهذه الأمور وممكن اليوم تشعر بأنه عندك قدرة عالية جدا على ممارسة إرادة قوية مع اندفاع وحماسة أهم إشي أنك ما تتهور وتدرس أوضاعك بشكل جيد قبل ما تتخذ أي خطوة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بدهم ينتبهوا برضو اليوم لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد يعني لصباح يوم الغد فعشان هيك بيظل هذا اليوم ضغط عليكم شوي وبيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاول إنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من أعمال متراكمة دون إهمال صحتكم يعني بدكم تعملوا بشكل روتيني لا توقع على عقد وما تبدأ شيء جديد وهي فترة فارغة من الحظ حاول إنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء قدر الإمكان عشان لا تستثار لا بعصبية ولا بامتحان وممكن تفشل فيه أهم شيء إنه في خلال هذا اليوم لا تقرر على أي شيء جديد عشان ما تخيب آمالك برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا اليوم بظل عندكم النشاط اللي هو إلو علاقة بالعلاقات الاجتماعية ولقاء الأصدقاء فاليوم تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون عندك اجتماع معين أهم شيء إنك حاول اليوم ما تبقى وحيد لأنها الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك وخصوصا اجتماعيا أو من الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم ممكن تفرح اليوم بدعم من جهة ما طبعا الأجواء جيدة وممتازة جدا فعشان هيك لازم تستغلها قبل وصول القمر لبيت متاعبك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة وبيت الأعمال والعلاقات مع المسؤولين فعشان هيك هاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين وتقرب منهم لأنه ممكن اليوم يكون في تكريم أو مكافأة أو ثناء على عملكم أهم شيء أنك حاول منك ما تتذمر من كثرة الأعباء لأن الضغوط كثيرة عليك رح تكون اليوم ورح تشعر أنك مراقب في كل تحركاتك الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة وحاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداعك لا تنفعل لا تتهور لا تغامر ولا تشوه سمعتك برج العذراء طبعا هاي أحسن فترة لموليد برج العذراء خلال هاي الأيام لأن القمر موجود في البيت التاسع اللي له علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اتصالات أو سفريات وبتنجحوا بأي شيء له علاقة بهاي الأمور حتى بيمر إلها علاقة بالقضايا القضائية بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبترتفع عندكم المعنويات بشكل كبير وبتصير الفرص عالية جدا وبتشكل لكم فترة ممتازة جدا وبتعود للإمساك بزمام الأمور فيها نجاح وفيها ثبات وهاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب أحبائك معك ولكن اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد برج الميزان طبعا القمر موجود في البيت الثامن اللي إلو علاقة بالأموال المشتركة أي الأموال اللي في بينك وبين هاي الأموال في شريك لا إلك ممكن يكون بنك أو ضريبة أو تأمين أو أشخاص أو ديون أو زوج حتى فالفرصة ممتازة جدا لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن بتكون تنتبهوا هذا البيت الثامن اللي إلو علاقة بالصحة أو صحة قريب لإلكم اللي بتكون بحاجة للرعاية فعشان هيك بتكون تسارعوا لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أو تتراجع عن قراء أهم إشي إنك ممكن اليوم تتصرف بتباطئ شوي فعشان هيك حاول إنك تكون نشيط شوي لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها في بعضك ورح ينشغل بما بمعاملات أو أوراق قانونية برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا القمر مقابلكم تماما يعني في بيتكم السابع اللي بيعطيكو إيجابية وفي نفس اللحظة بيسحب من طاقتكم وبيعطيكم سلبية فإيجابيته إنه هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني إما شركاء مال أو شركاء عاطفي عشان هيك بوسعكم تعزيز شراكاتكم برضو اليوم وتعزيز حتى الأمور والتقارب من أزواجكم أما بالنسبة للأمور السلبية فبتكون تتجنبوا الانفعال اللي بتخفي عداوية ولا سيما يعني أمور إدارية أو بعض النزاعات مع بعض الخصوم بدك تنتبه لأنك أنت الأضعف فبحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه أنت الحلق الأضعف ورح تكون يعني خاسر اليوم وخصمك رح يكون قوي وشارس أقوى منك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس القمر في البيت السادس اللي لعلاقة بالعمل والصحة فعشان هيك رغم تراكم العمل فأنتوا وعنكم قدرة عالية جدا على إنجاز الكثير من الأعمال ولكن بدكوا تنتبهوا لأعمالكم وتنظموها بشكل جيد عشان ما ترتكبوا الأخطاء فبدها تركيز شوي وحاولوا إنكم تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة ما ترهقوا حالكم بشكل كبير وحاولوا إنكم برضو متلته بالأمور الثانوية من المستحسن إنك تبدأ بعملك باكر إذا أردت النجاح وتكون النتائج بالنسبة لإلك مرضية أهم شي إنه برضو بتنتبه لصحتك وتبذل مجهود مش مضاعف على أساس أنك ما ترهق نفسك برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا هم أكثر المستفيدين خلال هذا اليوم لأن القمر موجود في البيت الخامس اللي هو بيت الحب والعاطفي والأحبة والهوايات والعواطف الجياشة فاليوم رح ترغبوا في التقرب أكثر من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعكم ممارسة نشاط فني أو هواي معينة أهم شي إنكم ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت لأحباءكم ابتنموا في هاي الفترة بعض العلاقات وبتزدهر لكن حاول إنك لا تسمع لشؤونك الخاصة بالتأثير عليك وفي نفس اللحظة حاول إنك ما تفرض رأيك على الأحبة عشان ما تصير في سوء تفاهم الحظ حليف لأيلك وداعم فاستغل هاي الفترة بورج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بما أن القمر موجود في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة فممكن اليوم تعززوا الروابط العائلية وممكن تنشغلوا ببعض المسال اللي لها علاقة بالعائلة والمقربين أهم شي إنك ما تترك أي شخص إنه يحبطك ويحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك أي فترة جيدة ممكن يتظهر فيها بعض الخلافات فبدك تحاذر منها وحاول إنك ما تضخم الأمور اليوم أنت شوي بتبدو هيك مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما فعشان هيك بدك تضبط أعصابك ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمام ببعض المشتريات اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت القمر موجود في البيت الثالث اللي إله علاقة بالنشاطات والاتصالات اليوم أنتوا رح تنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات بشكل كبير وعندك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة عالية جدا على الإقناع وهذا يوم مناسب لإما للخروج في نزهة أو للترفيه ونبوكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن بتكون تضبطوا أعصابكم أثناء هاي الحوارات حفظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة ما تندفعوا بشكل كبير حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون اليوم تنقلاتك مهمة وبتمتع اليوم بسرعة خاطر وسرعة بديهة عالية وقوة أفكار عالية جدا فعشان هيك بدك تستغلها مما للتسويق أو للترويج لخطة معينة أو إذا عندك فكرة معينة حابب توصلها اليوم تقدر تدافع عن حقك وتوصل وجهة نظرك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة